دكتور في البداية اليوم أين هم الشباب في الأردن من المشاركة الحزبية والسياسية؟ شكراً لك وشكراً على الاستضافة اختغادها الشباب الأردني موجود في العمل السياسي والعمل الحزبي منذ نشأة الدولة الأردنية لأن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر عقود من الزمن أدت إلى هذا التراجع أزمة الشباب أو إن كان هناك أزمة للشباب في العمل السياسي والحزبي هي ليس أزمة الشباب الأردني إنما أزمة الشباب في أغلب الدول العتية في موضوع الدموقراطية آخر التقارير في دول أوروبا هنا للتراجع لممارسة الشباب للعمل الحزبي والعمل السياسي وبالتالي الدولة وعت لذلك مع دخول الأردن للمئوية الثانية وقام جلال السيدنا بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي عملت على وضع حلول لبعض القضايا التي أدت إلى عزوف الشباب عن العمل الحزبي والسياسي اللي منها القيود القانونية حلت في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب اللي فيها القيود الاجتماعية نشأت مؤسسات اجتماعية كالعشيرة والقبيلة أصبحت هي ملجأ الشاب للعمل السياسي بحيث أن التصويت إما أن يكون لتصويت عشائري أو جهوي أيضا الأزمات الاقتصادية والاجتماعية البطالة كل هذه القيود حدت من تفاعل الشباب بالعمل السياسي ليس على مستوى الأردن إنما على مستوى أغلب دول العالم نعم محمد اليوم إذا نحكي لماذا الشباب اليوم بعدين أو مقربين على العمل السياسي أو العمل الحزبي يعني أنت كيف شايف اليوم الشباب خيثين في عندهم ثقة وين موجودين أصباح الغير غادة أولا دكتور رأي تجاوب على جزء جيد من السؤال إحنا في تحولات وهذا كل شيء لا أريد أن أعيدها لنا دائما ما تقال في حمولة وإن تجاوزها الجيل الأصغر اليوم جيل الشباب أو تجاوز جزءا منها فالجيل الأكبر لم يتجاوزها في حمولة تاريخية التي تسببت بها حالة انقطاع العمل السياسي لفترة معينة في الأردن لكن على الرغم من هذا أنا أعتقد أنه على الجميع أن يعمل سواء كان الشباب أو مؤسسة الدولة أن يعملوا جميعا على سد هذه الفجوة من خلال بناء يعني جسر ثقة يعني وأعتقد أنه بني جزء جيد منه لربما يقتنع الشباب في هذا في شيء منه ولا يقتنع بشيء منه لكن عموما أنا أعتقد الشباب لماذا يتوجهوا أو لماذا لا يتوجهوا إلى العمل الحزبي فيه سؤال دائما في أي عمل وليس في هذا العمل سؤال جدوى هو لماذا أذهب وفيه تحولات كما قال الدكتور يعني هي على مستوى العالم فيه تحولات في الأدوات التي يستخدمها الشباب اليوم الشباب يبحث بصورة أو بأخرى وأنا هنا أتكلم بما بحثنا فيه ونظرنا فيه من وجهة نظر بحثية أن الشباب فعليا أصبحوا يميلون إلى العمل والتعبير عن أنفسهم من خلال أدوات أقل التزاما يعني هو إن كان يستطيع أن يعبر عن نفسه من خلال السوشيال ميديا ويستطيع أن يتحدث لي يعني ويحصل مستوى من المتابعة وهذا أعلى بكثير مما يمكن أن يحصلوا في الشارع نعم فلماذا أو في داخل المؤسسة الحزبية لماذا يذهب يعني للالتزام في داخل جسم حزبي وما إلى ذلك خصوصا إن كان ما زال هناك تساؤلات عند الشباب متعلقة بحمولة تاريخية متعلقة بأسئلة لربما يعني في سوابق لمحاولات تطوير العملية الحزبية تطوير هذا في بعض الأحيان لم تنجح في بعض الأحيان نجحت فيبقى هذا السؤال سؤال الجدوى حاضرا عن الشباب لماذا أذهب ولربما إجابته بحاجة إلى مساعدة في كثير من الأحيان نعم دكتور تحدثنا أو سمعنا عن التعديلات الجديدة على قانون الأحزاب السياسية في الأردن هل تعتقد أنه هذا سيدعم دخول الشباب أكثر إلى الأحزاب والعمل الحزبي؟ أكيد سيد يعني القوانين أو مخرجات اللجنة الملكية التي حدثتها في المنظومة السياسية لا يمكن النظر إليها بجرئية قانون الأحزاب لابد أن نقرأ المخرجات بشكل جاد بحيث أن هذه اللجنة كان لها لجنة فرعية لتمكين الشباب هذه اللجنة الفرعية تقاطعت مع كل المخرجات نبدأ بقانون التعديلات الدستورية الذي خفض من قانون أو خفض من سن الترشح من 30 عام إلى 25 عام أعتقد أنها حافز للشباب قانون الانتخاب لأول مرة يتم تحديد فئة الشباب أنا قبل القانون كنت شاب الآن والشاب فئة الشباب من 18 إلى 35 فهذه النقطة الثانية القائمة العامة القائمة الحزبية فرضت على تشكيل قائمة أن يكون هناك من أول خمسة في القائمة شباب قانون الأحزاب تشكيل قانون الأحزاب يجب أن يكون 20% من المؤسسين من الألف العدد المؤسسين فئة الشباب لذلك القراءة الشاملة أن شباب موجود ليس نوع من أنواع الدكور إنما له أساس حتى إن نظرنا إلى بعض القوانين ومتطلبات تنفيذ قانون الأحزاب المادة 4 المادة 20 هناك ضمانات لممارسة النشاط والعمل الحزبي والعمل السياسي في مؤسسة التعليم العالي وهذه سابقة تسجل للأردن هناك دول في العالم أكثر دموقراطية منعت الأنشطة الحزبية بالجامعات وأبقت على الجامعات كدور معرفة ودور أكاديمية ومحطات معرفة وبالتالي المخرجات كمخرجات انتصرت للشباب وانتصرت للمرأة وأصبح وجودهم نوعي وعددي يعني بالسابق إذا بدك العدد بدك تجيب شباب الآن المادة 35 من النظام المالي للتمويل الأحزاب أو المساهمة في دعم الأحزاب في مادتين عززين من مكانة الشباب لغايات الحصول على موارد مالية حيث إذا الحزب من المخصصات اللي إله كل مقعد بحصله في الانتخابات النيابية بأخذ عشر ألاف إذا شاب بأخذ عشرين بالمئة زيادة نعم أعتقد هذا تعزيز لدور الشباب أيضا المادة دعت إلى تمكين الشباب في عملية التمويل للحملاك الانتخابية وبالتالي إذا قرأنا المخرجات وكل يعني جميع المخرجات والقوان التي نتجت عنها هناك أحكام كثيرة تدعم وتمكن الشباب من العمل السياسي والعمل الحزب وبالتالي هناك إطار ناظم لعملية وجود الأحزاب بألا تكون صورية أو نوع من أنواع الدكور الموجودة الشباب فاعل وله دور كبير يمكنه من القانون نعم محمد يعني هذه وإطلاعك على تعديلات القانون ووجود الشباب بهذه النسبة الكبيرة هل رح يحس أنه عن جد بده يكون موجود على طاولة صنع القرار؟ يعني هذا هو الفكرة أنا مرة أخرى يعني أكرر أنه هو سيعيد ويسأل ذات السؤال القصة مرتبطة بالنسبة له بنجاح الموضوع كاملا التجربة كاملة يعني والمشكلة هون أنه إحنا فيه شيء ليس متاح دائما يعني أنت لا يمكنك أن تقس التجربة من خارجها إلى حد بعيد لا يمكنك أن تتحدث يعني ما بصير أظل أنا واقف في مساحة معينة وأنتظر نجاح التجربة لدخولها لكن أعتقد أنه يجب أن يتم تقديم مجموعة من الضمانات متعلقة بيعني أنا أرى القانون في جزء كبير منه يعني القانون إلى حد ما هو مميز وهو جيد يمكن الحديث عن بعض النقاط لها علاقة مثلا بموضوع التمويل أنا أعتقد أنه فلسفة التمويل في العالم لكن من المفهوم أننا اليوم في ضرف مختلف في ضرف نحاول أن ندفع العملية السياسية وليست عملية سياسية عريقة أو حزبية عريقة فمثلا في التمويل فلسفة التمويل لأن التمويل يكون بناء على ما تحصل الأحزاب في التصويت لكن اليوم هناك يعني تيرمز أخرى بأخذ عليها الحزب في محاولة دعم الأحزاب للتشكل قضية أخرى أيضا أعتقد أنها آمل أن تتغير مستقبلا برضو بجوز في الضرف الحساس اليوم أو الضرف الذي ندفع فيه الأحزاب للتشكل هي يعني مقبولة ومفهومة لكن على المدى البعيد لابد لها أن تتغير أن لا يجب أن يكون هناك محددات بهذا الحجم لتشكل الأحزاب الأحزاب يجب أن تكون أيضا في فلسفة الحريات أنا من يريد أن يشكل حزب عليه يعني إذا لم يخالف بنودا أساسية في القانون وفي الأخلاق العامة وفي الآداب والنظام فله الحرية أو لم يكن يبث خطاب كراهية وما إلى ذلك فله الحرية بأن يؤسس حزبا لكن اليوم في هذا الضرف يفهم أن تكون هناك مجموعة من المحددات في محاولة تجميع الأحزاب في محاولة صنع ساحة سياسية ومنتظمة لكن على المدى البعيد لابد لهذا نوعا ما أن يتغير يبقى دائما هناك تساؤل متعلق بالآلية فرز الانتخابات وهنا نحن نحكي وهي ضرورية جدا لأنها تساعد على بالنهاية هدفنا أن نشكل كتلا في البرلمان وهنا نحن نحكي عن آلية هل سنستخدم آلية فرز أعلى البواقي أو هل سنستخدم هذا شيء داعم لقانون الأحزاب أم سنستخدم مثلا آليات فرز أخرى تساعد على تشكل الكتل في البرلمان بصورة أفضل من أعلى البواقي الدكتور ما هي الأدوات اللي اليوم موجودة بين إيدنا لحتى نقرب الشباب يعني واضح من حديثة محمد أنهم بدون ضمانات وكأنهم ربما محمد قال أنه أنا ما بدي التجربة تنجح بعدين أنضم لإلها وإحنا أكيد اليوم ليش عم نطلب مشاركة الشباب عم نطلب مشاركة الشباب لأنه بدنا هذه العملية تنجح من خلالهم فما هي يعني وما في ضمانات نحن عم نخوض تجربة كبيرة جديدة وواسعة منحاول أنه نكون قد ما منقدر عادرين أنه نقدمها بشكل سوي للجميع ولكن أدواتنا لتقريب الشباب لهذا الدور دورهم السياسي أخي الكريمة زي ما ذكرت أنا من البداية تجربة جديدة وأخوي محمد شوية تحدث عن فلسفة قانون الأحزاب وإحنا جايين نحكي تحت عنوان يعني أنا نعم لي رأي مختلف فيما قالوا على المحددات ولا غيره إحنا دولة بمشروع جديد بمشروع تحديث أو الدولة الأردنية لها الحق بوضع ضوابط للبداية لضبط العملية بالبداية إذا 56 حزب لم يستطيع 36 حزب ما بين دمج توفيق قالوا 26 كثير طبعا لو خليتها بدون هذا الضوابط على 50 و100 بصيروا عددهم 200 هذا جزء من التشكيك في العملية وجدية العملية الحزبية نعم أختي الأدوات كثيرة والأردن لا يقترع العجل من أولا في جيد في كثير دول سبقتنا بهذا الموضوع الضمانات التي تفضلت عليها تضمنها قانون الأحزاب تضمنها نظام ممارسة الأنشطة الحزبية بالجامعات الأدوات القانونية وأدوات التمكينية موجودة أنا لن أتحدث عن موضوع تعزيز الوعي السياسي ودور الإعلام ولكن كسر نمطية موجودة عند الشباب اليوم يجب أن نكسر هذه الصورة النمطية نعم الصورة النمطية يتولاها الأحزاب نفسهم أعتقد هذا جزء رائع وكبير من تلفزيون الوطني كرؤية أنه جزء من تكسر الصورة النمطية في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب وإعطاء صورة في عملية التوعية أخوي محمد طرح وحط إيده على نقطة مهمة التحول الديمقراطي الإلكتروني نعم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي نعم هذا جزء أن يمارس الأحزاب في عملية صورة نمطية التعامل الحزب يقعد يسمع محاضرتين وللزعيم الخالد وللأمين العام والتنظير وما بزبط كثير الأكبر منافسة للعمل الحزبي والسياسي بالأردن الموبايل أصبح الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي يبث رأيه فالأدوات أختي كثيرة عملية الاستخدام وسائل العملية التوعوية زيادة الوعي السياسي فتح مشاركة من قبل الأحزاب للشباب بأن يكونوا جزء من الهيكل التنظيمي للحزب جزء فاعل والاستفادة من خبراتهم زيادة الوعي السياسي لهم في طرح قضايا وطنية قضايا تتعلق بالشأن العام ليس الحديث فقط عن حزب إكس لا الاهتمام بالشأن العام هو المظلة لعملية زيادة الوعي السياسي وكسر هذا النمط أو الصورة النمطية لدي الشباب الأردني بأنه مهمش بأنه لا يكون رأيه وبالتالي الأدوات كثيرة وسهلة لكن هي مسئولية جمعية لكل مؤسسات الدولة من قطاع الخاص المحطات المؤسسات المجتمع المدني نفس الأحزاب مؤسسات الدولة صحيح يعني أنا بدأ أشكركم بدأ أشكر وجودكم معانا ربما كان الوقت ضيق جدا لحتى نتحدث بشكل أكبر عن أهمية انخراط الشباب في الحياة الحزبية والسياسية ولكن جهودكم مباركة وإن شاء الله تكون هذه الرسالة وصلت وألقت الضوء ولو بقليل على أهمية المشاركة في الحياة السياسية والحزبية شكرا جزيلا لوجودكم معانهم شكرا جزيلا